ما يحملش الوضع أنك تتعادل يعني وتضيع ضد الفتح ضد وديزم وتخسر من نهضة بركان وتصير الفارق خمس نقاط وتزيد تخسر من الويدات طبعاً مش يولي خسارتين وتعادلين وفارق ثمانية نقاط وأعتقد موسم كله يرتبك أنا أعتقد أنه هذه هي وضعية الأندية الكبيرة الضغط اليومي يعيشوا بالانتصارات ولكن صراحة الوضع مكان السهل على الكل أول شيء التصريح للنسبة للرئيس أنس محفوظ في أنه أول مهام تغيير الإطار الفني وأول ما تكلم تكلم على تغيير الإطار الفني طبعاً لأنه في فئة من الجمهور مكانتش راضية والفئة هذه من الجمهور دائماً موجودة أسامة في أي مكان في العالم بتحصل فئة موجودة حجم الرجاية كبير الفئة هذه ظهرت كبيرة طبعاً الرئيس حاب يستعطف هذه الفئة عملت تصريح هذا وهنا تخلق مشكل يعني أول ما جاءت وتنصبت الإدارة جديدة الكلاش أو الثيقة المتبادلة مش موجودة نيهائياً مع الإطار الفني والعمل صار مربك للنادي طبعاً هذا هو اللي صار في الواقع بس هذا هو المدرب اللي فاز في البطولة العربية هو المدرب اللي حقق نجاحات مع الرجاء لما كانت تشكيلة الرجاء فيها الأسماء اللي تصنع الفارق لما يلام لسعد الشابي على حال الرجاء الذي وصل إليه لأنه لم يعد يمتلك ذلك الكم من العناصر المؤثرة والحاسمة في صفوفه أتطفق معك بنزل الماء في الماء والسماع أنت قبل ما تحسب أن أنا كمدرب حسبني أنت خدت إيه من عندي ودتني وتحسب الإدارة اللي كانت قابليك أنت إيه اللي حصل بالضبع؟ ما يمشي من عندك سفير رحيم بين مالانجو نين من القعاب المهمين جداً واحد وثلاثين هدف السنة اللي فاتوا والتمنتاشر أسست وفي الآخر جابت حاسب اللي سعد الشابي على مبارأة أخيرة أو مبارتين في اللقفل لما يمشي من عندك سنة دي الورفالي وبدرب أنه أثنين من أهم أولو بالدفاع في المغرب ومع الفرقة اللي عمل التاريخ كبير جداً بالنسبة للرجاء وفي الآخر جايتها حاسبني جبتلي إيه بقى؟ جبتلي مصطفى كويتي غير مقنع كويتي مصاب مصاب المدرب حصل لعب غير جاهز بدنياً إذا ما تتعرف المعلومة هذه يعني مش فنياً الموضوع قبل ما نوصل للفني بدنياً جابريل سيلا مش موجود خالص عندي كمان بنكلم سامي هيني سامي هيني اللي هو البوركيني